مرحبا حبايبي فيكم برج الحوت. تشوف طاعتك اول شي هاي فترة كيف عاملا. عم بيكون في حظ. عم بيكون في مال. يمكن كار ما عم تتحقق. كرت جدا رائع. يعني هاد اروع كرت ممكن يطلع لك. اه خلينا نشوف على شو نختار ورق. لانه كنتو حابين انه او في حدا بعكلي انه غيري الورق او حاولي انه تستعمل الورق تاني ما بعرف ليش. اه انا كنت استعمل هداك الورق عشان انتو تكونوا معي الصورة عشان يعني تفهموا معي لانه خلاص تعودنا على هداك الورق. القراءات الخاصة بستعمل الورق تاني. اللي يعني بيكون صعب انكم تتواصلوا معي فيه. اه خلينا نشوف ازا لبرج الحوت. ايش نخبي لك يا برج الحوت الطيب. برج الحوت بيضله يعني يفكر بعقله بعقله بالاخير ياخده القرار بقلبه. هو عنده اثنين شغالين بس ما بعرف. هو هو شخص كتير رومانسي اه. طبعا بنت الحوت مختلفة عن شاب الحوت. تقريبا عم بيكون كل الابراج البنت عم تختلف عن الشاب. في رأيي انا الجوزاء هو الوحيد اللي الجوزاء بنت وشاب نفس نفس الصفات. فممكن يكونوا مناسبين لبعض. اه ما علينا. خلينا اول شي نقرأ بشكل عام. بعدين بنشوف شوية على عاطفة. برج الحوت. عم بتكون طيب زيادة هاي الفترة. اوه. عم بتحاول توازن ما بين الروح. ما بين الثلاثي يعني ما بين الثالوث بيقولوله ولا. اللي هو بين الروح والجسم. شوفوا هون. هون مبين يا برج الحوت انك عم تلعب متل اللعبة مع ناس عم يلعبوا اساسا معاك. متل عم تاخدهم على قد عائلهم عم تحاول تمسك عليهم ممسك. هم نفس اللعبة عم يلعبوا معاك. انا بحكي على بشكل عام يعني. انتو بتعرفوا السيناريو اللي بناسبكم. ولكن انت داخل في لعبة. انت آآ كأنه ساعة بتنتصر ساعة بتخسر. والطرف الثاني نفس الشي. ولكن انا شايفة الاكتر ما صر عندك انت. يعني في النهاية انت اللي رح تنتصر. يعني هاي اللعبة ما رح تدون طويلا. شعارفي شو هاي اللعبة. انت اللي بتعرف قصتها بس. آآ شايفة هون انه من شايفة انه في عائق قدام موضوع انت بدك اياه بدك اتحققه. اكتر اشي ممكن يكون عملي او آآ يعني له علاقة في المال والعمل. موضوع ممكن تسافر له. مبين في عندك يعني اكتر آآ يعني البعض خلينا نقول في عندهم آآ سفر على عمل او سفريات اللي هي رايح جاي على عمل. آآ في كمان بيقولك انه ممكن تلتقي بشريك حياتك للي ما عندهم شريك حياة في واحدة من هدول السفرات. لكن في عائق قدامكم. آآ قدامك انت يعني مش في العلاقة. لا انا شايف العلاقة ماشي منيح. بالنسبة للعزاب انا بحكي ما بحكي لل للفئات التانية. العزاب طبعا هم الغير متزوجين او مطلقين او رامل. آآ فشايفة انه هذا العائق رايح. مش يعني مش ضايل هذا العائق. آآ كمان هون طلع عنا ممكن يكون طرف ثالث ما بعرف. بس انه هذا العائق رح ينشال وانت رح تكمل طريقك. وطريقك طويلة. ولكن ممتعة يعني كأنك انت بتحب الاشي اللي بتعمله. كعمل كا بتحب الاشي اللي بتعمله. ما ما عم تشتغل اشي غصفا عنك يحوت. عم بتعمل الاشي اللي انت او بتسعى للاشي اللي انت بتحبه. في ولادة آآ يعني في ناس عندهم اساسا ولادة هذا الشهر. او آآ حمل حتى. آآ وفي منهم لأ بداية جديدة لمشروع. بداية لشغل انتقال من عمل لعمل انتقال من مسكن لمسكن. فرح يتحق بهذا الموضوع توازن. زي اللي اشي كان ناقصك. وآآ خلص بطل ناقصك او وصلك. شي كنت استنى وصلك. شايفي هون قلت لكم هون في موضوع عم بيكون في عائق. فعم بشوفك انت والشريك. مهما كان الشريك يعني آآ عم بتحاولوا بعدوا او تطلقوا طاقة الطاقات السلبية اللي كانت حواليكم. عم بتكونوا يعني انضاف مع بعض. مش انضاف يعني. عم بتكونوا على على ثقة كل واحد على ثقة بالتاني بالمستقبل. عم بشوف هون بيت يعني صح مكركب شوي بس. آآ كمان مش بس بيت هون. ممكن يكون تفسيره الكارت. شوف انت عايش بين عالمين. ممكن تكون عايش بين عالمين. آآ عالم وهمي خيالي. آآ طبعا احنا بنعرف انه كمان برج الحوت حالم يعني كتير بيحب التخيل كتير بيحب وبتزبط معاه يعني احيانا اللي بتخيله بيصير حقيقة عن جد. فكتير حالم كتير يعني بيحب الحياة الابيض والاسود. بيحب ايام زمان بيحب الاغاني الاديمة مسلا. آآ عنده صور هيك وردية لكل شي في مخه. عنده دايما نظرة معينة. خلينا نقول مش وهم يعني تشبه الواهم او كزا. وفي عنده الواقع اللي هو عايشه. فعم بعيش دائما بين عالمين. هون. عم بيكون في عنده عالمين في حياته. لكن بشوفه هون عم هدول كتير مرتبطين في بعض. عم بيكون عنده توازن آآ كبير. بيحكيه لك هون الرغبة الحكمة والعائل. هدول التلات اللي هم رح يكونوا يسببوا لك النجاح بالفترة الجاي او يسببوا لك النجاح ممكن. حلو النجاح والنجاح على نفس المهم. آآ في هذا الكرت انا بشوف كتير آآ بالناس يعني بشوف في ناس كتير عم بتكمل دراستها من برج الحوت. عم يمكن بتدور منها. كله ماشي على النجاح انا حاسة. آآ من الورقة بيّن انه انت فعلا عم تبدل جهد كبير في هذا الموضوع ورح تلاقي نتيجة حلوة. ازا هذا كان بشكل عام. خلينا نشوف نلقي نظراع العاطفة. مش عارفة شو نستعمل بالعاطفة. نفس الورق هذا اللي استعملنا. طيب. بالعاطفة يا برج الحوت شو ممكن يبيّن معانا? حلو. ستة سبعة تمانية. في بتيسير بأمورك حبيبي برج الحوت. بعدين تمانية تمانية. في تطور روحاني عندك وعلى جميع يعني المجالات الحياة عم تكون مش بس على العاطفة. لكن احنا هون مركزين على العاطفة. فتحنا على العاطفة. وكارمة. يعني لا منيح برج الحوت. برج الحوت والدلو طلعو بناحي الحمد لله. طيب. اه في هذا الموضوع. انا بشوف انه شوف يا برج الحوت. ما عم يطلع. اه اوكي هي طلع. اه في عندك تدرج في الموضوع. شوف انت نتول حبيب. كان بناتكم تجريح. كان بناتكم اللي هو معركة. متل معركة خلينا نقول. يمكن المعركة اللي قلنا عنها قبل شوي. اللعبة اللي قلنا عنها قبل شوي. اه هاي المعركة كانت يعني عن جد اسلحة كبيرة. عن جد كانت انه كتير عصبته على بعض. يمكن مشاكل كانت كبيرة. مش شوي. ولكن هاي المشاكل. اه خلينا نقول. يعني بدافع الحب. هاي كلها رح تنقلب لحب لمسل ما انتو شايفين الكبسة دولة. اه بيعبروا عن الحب. يعني كل هياتهم. بعدين يعني حتى الرقم اه جدا حلو. فعم بشوف انه الحرب بتكون اول اشي عن جد حرب بناتكم. عن جد فيه متل مجاكرة بناتكم. متل ما بعرف اخدوا عطا طريقة قاسية. طريقة مش حلوة. ولكن هذا كله اه بيقلب لحب. بيقولوا ما فيه بعد الايش? مش عارفة. ما فيه بعد الحب الا العداوة او ما فيه حب الا من بعد عداوة او العكس ما بعرف. يعني فهيك معنا. اه هلا مبين انه نفس الشي قلنا ثمانية ثمانية. اه فا شايفيتك انت الحلم بالنسبة للطرف التاني. مع انه مش مبين. مع انه عم يعني عم بيوصل لك اخبار غلط. ولكنك انت الحلم تبعه. انت اه متل فارس احلامه او فتاة احلامه. اه عم بيشوفك بالحلم بطريقة يعني خيالية. عم بيتخيلك كزوج او زوجة. ما عم بتخيلك يعني اشي عابر او كزا. وعم بيشوف هذا الاشي بتحقق. هذا الاشي يعني اه بلف بلف وبتحقق. شايفة انك اه عم التواصل الروحاني عم بيكون كتير عالي بينك وبين الشريك يعني اه انت مش بحاجة انك تعمل التخاطر اللي هو طريقة التخاطر. انت بس طمض عيونك وتتخيل الموضوع بيوصله. او مجرد ما انت تفكر للطرف التاني بيفتر فيك. والعكس صحيح. بالقراءات العاطفية بتكون عكسية عادي. على النوع عامة. اه شايفي انه الطرف التاني رح يصبر 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 لكن مرة واحدة رح يكون فياري ناري مرة واحدة اه رح خلص. ينهي هاي اللعبة يزهق منها ويروح لعندك. لكن هذا انا بقول لك هذا مش اه بهاي الفترة مونبين تكون بعديها باسبيع او بعديها بايام. ممكن بعديها بست ايام. وست اشهر لا حرام مش ست اشهر. اه يعني المهم. اه بشوف هون الحب كيف بتطور. الحب عم بيكون اول شي من سبعة لتمانية يعني. اللي هو صغير لكبير. عم يكبر الحب بيناتكم. انتم فكرين باوقات البعد عم تنسوا بعض. انتم باوقات البعد عم بتحبوا بعض اكتر. او مع الوقت شو ما كان حالتكم عم بتحبوا بعض اكتر. بالنسبة للطاقات عم بتكون اه هوائية مائية ونارية. طبعا عادي جدا اللي برج ما بين او كزا يعني هاي بتصفي طاقات بس. اه طيب حبايب نشوف ازا في نصيحة. شو ممكن تكون هاي نصيحة لبرج الحوت. لا. اه كرتين طلع لك اوكي. شوف واحد عادي واحد مقلوب. خلينا نشوف ايش هم. اه بيقولولك انك شوي مش عامل كنترول حاليا على حياتك. ما بحكي عن العاطفة يعني ممكن اي اي مجال في حياتك. ما عم تقدر تعمل توازن كنترول فبيقولك اعمل كنترول على حياتك. انت شوف موجود هون في هذا القارب وين مشي القارب بيمشي. ما عندك مشكلة يعني الظروف هي اللي عم تمشيك. بقولك انت حرك الظروف اللي حواليك. مش العكس. اه هون شو كان هادا الكارت? هون. يا ريتو ايجا يعني مقلوب كان احسن من معنى. بيقولك هون انه في اشخاص يمكن هدول الاشخاص اه عم بيوصلو لك امور مش صحيحة وعم تمشي عليك. عم تمشي مع عليك الكزبة او. لكن هادا مش الشريك. هدولا اكتر هدولا اشخاص. عم بيوصلو لك كلام اه مش صحيح. يمكن يكونوا نصابين يمكن. ما بعرف بس انه طلع لك الكارت مقلوب. حبايبي برج الحوت. بتمنى انه هادا الشهر يكون ايجابي حلو اه تحقق وفيه شوي من امنياتكم. اه بشوفكم حبايبي بالقراءة الجاية.